ما الأدوار الاجتماعية للمنهج المدرسي؟ طبيعة المجتمع تفرض على المنهج المدرسي أدواراً كثيرة ينبغي أن تراعى عند تخطيطه منها أن يجتمل محتوى المنهج على خبرات غنية ومتطورة لأن المجتمع دائماً يحتاج إلى نوعيات جديدة من الخبرات المعاصرة تسهم في تقدم المجتمع أن يعمل المنهج الدراسي على إعداد فرض متعلم قادر على الانسجام مع المجتمع الذي يعيش فيه كما يكون هذا الفرض أكثر قابلية للمعرفة الإنسانية وتوظيفها في حياته العملية إذابت الحواجز بين النظر والتطبيق في المناهج المدرسية أيضاً التنوع في محتوى المنهج المدرسي حتى لا يخرج لدينا نمطاً واحداً من المواطنين فالتنوع في مستوى المعارف والمهارات من خلال محتوى المنهج يثري مجال العمل والإنتاج الأهداف التربوية للمناهج المدرسية تركز على العمل ويكون ذلك عن طريق ترجمتها إلى خبرات تربوية تكسب الفرض قيم واتجاهات ومهارات تتصل بمجال العمل أما الأدوار التي يؤديها المنهج المدرسي في تربية النشء فنرى أن المجتمعات المتقدمة تنظر إلى المناهج الدراسية من المنظور الاجتماعي وترى التركيز والاهتمام بالمجالات التالية تحقيقاً لما يرجوه المجتمع من أهداف أولاً التدريب الشامل على أساسيات اللغات والرياضيات أيضاً تزويد المتعلم بمعلومات عن الإنسان والبيئات التي يعيش فيها وذلك في صورة كلية وليس على أساس المواد المنفصلة دراسة التاريخ والنقد الأدبي والفنون والأعمال اليدوية أيضاً تدريب المتعلم على استخدام المكتبات والاطلاع على الصحف والمجلات وغير ذلك من المصادر الفعالة للمعرفة أخيراً تعريف المتعلم بثقافة أخرى لمجتمع آخر بما في ذلك لغته وتاريخه ترجمة نانسي قنقر